هي كلمة تخرج من القلب وتذهب إلى القلب وهي زاد يدخره الله للإنسان في يوم يندم فيه عن كل لحظة ضيعها وكان باستطاعته الاستفادة من ثمرات الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ علي عبد الحميد يأتيكم يومي الثلاثاء والجمعة عند الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات أينما يصلكم بث قناة التناصح المرئية والمسموعة داخل البلاد وخارجها أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصعد الله أوقاتكم بكل خير وبارك الله جمعتكم ها هو يتجدد بكم اللقاء من جديد في برنامجكم الكلمة الطيبة والذي يأتيكم يومي الثلاثاء والجمعة على تمام الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا على الهواء مباشرة اليوم والجمعة الثامن العشرون من شهي جماد الأولى لعام ثلاثة وأربعين وأربعمائة وألف الهجرة الموافق الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة إحدى وعشرين وألفين للميلاد حلقة اليوم تحمل رقم واحدا وثمانين وعنوان جديد نطرحه في هذه الحلقة نحاول من خلاله أن نناقشه سويا معكم أراجين منكم حسن المتابعة وشاكرين لكم حسن المتابعة والتواصل لأن هذه البرامج تكتمل فائدتها بالتواصل والنقاش وحتى النقد بشرط أن يكون بأسلوب مؤدب ومحتوى يسروني أن أستقبل عنوان هذه الحلقة الحياء في الإسلام يسروني أن أستقبل مكالماتكم على أرقام هواتف البرنامج والتي ستظهر اتباعا أسفل الشاشة 091-034-9991 091-034-9991 و 021-360-0105 021-360-0105 بحب وود ونصح نمي نمد الأياد عند الخطوب و ندعو إلى الأمن بين الشعوب و نسعى إلى أن يعم السلام أحبتي في الله بدأت حلقة الأسبوع الماضي أو حلقة الثلاثاء الماضي ببداية تحدثت فيها عن مقطع فيديو بعثه لأحد الإخوة قبل أن أدخل على الهواء هذا الفيديو هو السبب في طرحي لهذا الموضوع سأتحدث عن موضوع الحياة في الإسلام و سيكون حديثي يدور حول هذا المقطع الأليم سأتحدث بشفافية وصراحة و بأنم و حسرة على هذا الفيديو والذي للأسف الشديد نشر على صفحات التواصل الاجتماعي وهو موجود دون أي قيد ولا شرط دون أن نرى تضجر من حتى الجهات المختصة والتي تدعي أن دستور هذه الدولة هي الإسلام وكل ما يخالف هذا الدستور فإنه مرفوض ألبتة هذا كلام مكتوب لكن صراحة عندما نرى تصريح كثير من الناس لمخالفات شرعية تكون ممنهجة وتكون مقصودة ينشو تنشو هكذا علانية تكون فيها خدش للحياة وانتقاص للدين ومس لعقيدتنا التي لا يمكن للإنسان أن يتنازل عنها هذا الفيديو ملخصه واسمحوا لي أن أتحدث عن الملخص هو أليم أعلم أن قناة التناصح هي قناة الأسرة ولكن لا بد لي أن أتحدث عن هذا الموضوع موضوع فيديو نشر مجموعة وسأطرح سؤالين بخصوص هذا الفيديو نشر فيديو في أسبوعين الماضيين هذا الفيديو مجمع لتجمع فيه النساء لا أدري أمام مكان من الأماكن في مدينة من المدن يقوم الشباب بإغراء البنات وإعطائهن فرصة بأن تتصل بوالدها بنت تتصل بوالدها بالهاتف وتفتح المايك وهم يستمعون وتخبره وتقول له بأنني حامل للأسف الشديد مقابل أن تعطى مبلغا وقدره خمسمائة دينار السؤال الذي خطر ببالي وينبغي علينا على كل مسلم أن يطرح هذين السؤالين كيف وصلت المرأة وخدش حياؤها ووصلت إلى هذا الحد المتدني ما هي الأسباب والسؤال الثاني ما هو الدافع الذي جاء لهؤلاء الناس يدفعون الأموال مقابل إيش تونت جي واحد يعطي خمسمائة تجنيه مقابل أنك أنت تتصل ما هي الفائدة التي سيجنيها هذا الإنسان لكي تعلموا أن الأمر ممنهج وأن هذه ثمار ما يعرف بمعاهدة سيداو التي أقامت الدنيا وأقعدتها كثير من النساء ولم تتكلم على أمور كلام قيلة في يعني اعتقدت النساء أن هذا الكلام استنقاص في حقهم فقامت الدنيا ولم تقعد بينما هذه المعاهدة التي تهدم المرأة هدما من أساسه لم تتكلم هذه النسوة ولم نسمع النساء يولولن ويصدعن الرؤوس بخصوص هذه المعاهدة بل إن الكثير تقبل هذه المعاهدة لأن فيها شعارات براقة وربما اعتقدت النساء أن هذه المعاهدة هي كانت في صالح المرأة ولكن هي في حقيقة الأمر هي ضد المرأة وضد يعني تتنافى أو تتعارض مع ما كرم الله عز وجل به المرأة في الإسلام فهذا السؤال كيف وصلت المرأة كيف استطاعت هذه المرأة أن تصرح أو تنزل إلى هذا المستوى مقابل خمسمائة دينار تكلم بوها ونزولا عند رغبة هؤلاء المجرمين الذين لا شك أن من ورائهم أياد خفية هم عملاء للنظام الصليب العالمي هم أعداء للنصرانية وأعداء الإسلام الذين يتربصون بنا الدوائر في كل مكان لا شك أن الحرب معلنة على الإسلام في شتى المحاور وفي شتى المجالات التلفاز قائم بدور للأسف الشديد والإنترنت أيضا إجابة على السؤال كيف وصلت المرأة أنا أقول لكم هذا نتاج اجتماع الأسرة على الأفلام والمسلسلات المدبلجة التي تعرض على القنوات الفضائية وتجتمع عليها الأسرة بالأولاد والبنات والأب والأم يعني العمل على انهيار منظومة الحياة والأخلاق داخل الأسرة عندما انهارت هذه المنظومة عندما انهارت هذه المنظومة وأصبحت تعتاد المرأة أن ترى كل شيء أمام والدها وأمام إخوتها والمرأة أمام أبنائها معاش في شيء يعني مستور في اللباس وفي الهدرزة وفي الشوفوا يعني نعطيكم مقارنة بسيطة وهذه ربما يتفكرها حتى جيل التمانينيات يعرفوها كانت البنت لما يتقدم إليها الخطاب وتصبح مخطوبة كانت تستحي ولا أقول أن هذا الأمر صحيح والله والله نحنين ندعو ليه راه لكنني أعطيكم صورة كيف كانت المرأة تختشي وكيف كانت حيية البنت حيية وكيف أصبحت اليوم أصبحت البنت في عهد قريب كانت لما يتقدم لها الخطاب كانت ترى حرج في أن تلتقي بوالدها في البيت تحشم يعني نحن نقوله معاش تقدم تقابل بوها حياء أنا لا أقول أن هذا الأمر صحيح وأنه ينبغي أن هي يدي المرأة هكي لكنني بنعطيكم الصورة بنوريكم الصورة كيف كانت وكيف أصبحت اليوم في مقابل ذلك أصبح البو يحط في بنته ويفرع فيها الكوافير وبكامل زينتها وترجع يعني ويروح بها وأصبحت يصور معها وأصبحت إذن ما هو السبب واستمر الموضوع واستفحل حتى تكاد أن تكون منظومة الحياة والحشمة قد انهدمت تماما وأصبح يعني لا يبالي الرجل بأن يعني ينظر في التلفاز أمام ابنته وأمام أولاده على أي شيء شوفتوا أنتم المسلسلات المدبلجة وهذا الخطر والكلام الفاحش والبذيء واللبس الفاحش والعريوة هذا كله مقصود مش موضوع هكي وخلاص راه يجيبوكم قصة تقعدوا أنتم تتأثروا بها وتقعد تجدبكم هذه القصة وتقعدوا تحضروا فيها وتراجوا فيها كلكم والبو يجي متير قبل المسلسل بخمس دقائي والأم تعدد تغسل في الأم معين فيسع فيسع والحكاية يفقعوا يطلعوا لهذا يطلع من دارة ويجتمعوا في الدارة اللي فيها التلفزيون ويقعمزوا كلهم مع بعضهم من أجل يحضروا هذا هذا العهر وهذا الفساد الذي يخربون به بيوتهم يخربون به بيوتهم بأيديهم هذه النتاج هذه أصبحت المرأة الآن وشفت هذا الأمر ما فيش يعني ربما في مقطع الفيديو لو تعدي تشوف أعدد المشاهدات الذين شاهدوا هذا الفيديو تلقاه بعشرات الألوف إن لم يكن بمئات الألوف إن لم يكن بالملايين كلهم شاهدوا هذا الفيديو كم عدد الذين تماعرت وجوههم فيه اللي عجب الموقف يرى فيه شيء من خفة الدم أو شيء من الحناطة أو شيء من النكتة وشيء من يعني ولكن هو للأسف والله يدمي القلوب الإنسان اللي فيه مثقال درة من حياء ومن حشمة ومن دين يعني يدمي يدمي القلوب والعيون تكاد أن تنزل لا دموعا بل دما من هذه المأساة التي وصلنا إليها السؤال الثاني لابد أن أسألوه إحنا باقي معقولة وشباب مع مرهم في التلاتينيات ولا في العشينيات مصبين من وراءهم هذي المرلي يجووا صبوا وينادوا بالبنت يقولوا لها كلمي بوك وقلوا لاني كذا وكذا شنو الفائدة اللي بيستفيدوها هؤلاء بيستفيدها هؤلاء إن لم تكن من ورائهم منظمات نصرانية عالمية تدعم بملايين بمليارات الدولارات من أجل إفساد الأسرة المسلمة من أجل إفساد البنت المسلمة من أجل إفساد المرأة المسلمة من أجل خدش حياء المرأة المسلمة هذا هو من وراءها على سواد عيونك يعطي فيك في خمسمائة جنيه هناك واحد يدردر في الفلوس في الشارع يعطي في خمسمائة جنيه ما هو الهدف هذا هو الهدف الذي ينبغي لكل إنسان أن يفكر في هذا الهدف شوفوا لما تتكلم عن خرج المرأة وأنها تخرج بقيود وأن شفتوا أعداء الإسلام كيف استطاعوا أن يخرجوا المرأة من بيتها بعد أن أغروها بالخروج وأقنعوها بالخروج وتلك من في حلقات سابقة أن مؤتمر تحرير المرأة في 1948 بقيادة هدى شعراوي وقاسم أمين وهذه الشلة الفاسدة كانت مهمتهم لم تكن لم يكن أحد يتوقع في تلك الفترة أن المرأة المسلمة يصل بها الحد إلى هذا الوضع المتدني كانوا يريدون أن يخرجوا المرأة من بيتها حتى متحجبة يبوها تطلع بجلبابها وخمارها وساترة عن وجهها وكفرها بس يبوها تطلع وبعدين تتولى الحرب جهات أخرى استطاعوا أن يخرجوا المرأة من بيتها استطاعوا أن يقنعوا الناس أن المرأة نعم تشارك الرجل والمرأة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تضمد الجراح وكانت 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 وحتى أوهموا أن خروج المرأة هو الأصل نسوا أن أول حجاب للمرأة المسلمة قول الله عز وجل وقرنا في بيوتكم وأن خروجها هو الخروج الذي له شروط وله آلية معينة تخرج ولكن بشروط هذه الشروط إذا لم تتوفر فلا تكون خراجة ولا جاءت تقعد برة من حوشها أكثر من داخل الحوش هذا أمر أعتقد أنه أمر منافي لتعليم الإسلام لكن خروج المرأة خرجت فإذا بها تخرج للأسف الشديد بشكليات وبأوضاع يعني فعلا بعد أن انهدمت منظومة الأخلاق داخل البيت أنا أقول وأعيد وأكرر حجز الحياء هذا لابد أن يبنى داخل الأسرة البنت بطبيعتها حيية بطبيعتها حيية وخجولة لكن لما تصحى في الحوش وتلقى روحها ما فيش خطوط حمراء في البيت ما فيش حاجة اسمها يعني خلاص هي تعتاد هذا الأمر صدقوني المناظر اللي تشوفوا فيهن المرأة تخرج بيها من بيتها وليتكلم عليها الأخ عبد الله بحلقة في الحلقة الماضية بارك الله فيه تقريبا الأخ عبد الله تقريبا مرأة تتصل بيها والأخ وسامة الأخ عبد الله على ما أعتقد وقال أن الملابس والسرويل أراه والله خذوها قاعدة المرأة بطبيعتها لا تستطيع أن تتنازع الموضوع الحياة بسهولة لكن لما انهارت منظومة الأخلاق ومنظومة الحياة داخل الأسرة داخل الأسرة يعني ما عايش فيه خطوط حمراء أصبحت المرأة تلبس أي شيء قدام ولادها وقدام بناتها والبنت قدام أخوتها وقدام خلاص لما انهارت هذه المنظومة وأصبح ما عايش فيه حواجز وما عايش فيه خطوط حمراء استطاعت هذه المرأة أراهي تحساب الأمر عادي فالبيت هو الأساس الحياة يبنى داخل البيت وين هدم داخل البيت والله صدقوني راهو صدقوني البنت اللي قلت لكم في الفيديو واللي غيرها كثير والشاب أيضا اللي هو يكلم في بوه ويقول له في كلام شبيه بذلك فهمته أراه هذا مجاش من فراغ مجاش من فراغ في الأصل إن الأب يتحشم منه الأولاد ويتحشم منه البنات لكن خلاص لما أنت تعدد قعمز على التلفزيون وتحضر في السخط اللهم احفظنا وإياكم والكلام اللي يستحي منه إبليس خلاص هذا من دواعي ينهيه هذه المنظومة ما فيش البنت خلاص تحساب الأمر هذا عادي مش متصورة أن أبوها يقعمز حدها وتحضر هي وياها جميع عليه طاس الشاهي والله عليه فنجال قهر والله عليه كاكوية والله عليه كذا ويخيرا ويحلوا فيها بدأت تكون جلسة فيها شقاشق وفيها بش تزيد تحلو الجلسة وتزيد يصبح فيها شيء من نعم هذا لما انهرت هذه المنظومة داخل البيت تجرأت المرأة واستطاعت أن تخرج من بيتها بهذه المنظر واستطاعت أن تستجيب لهؤلاء الشباب ظنّا منها أنه لما بتروح البوها بخمسمائة جنيه بيقولها بارك الله فيك أنت حصلت لخمسمائة جنيه هذه تمشين أسبوع ولا عشر يام آه فهمت ونست وتناست وتناسى الأب وتناسى هذه الأسرة أنها هذه البنت باعت دينها وعرضها بثمن بخص بدراهم معدودة ونقول لكم أن الحبل على الجرارة أيها شوفوا كيف كنا وكيف أصبحنا اليوم وكل يوم كل يوم نسمع خبر يزيد من اقتراب نزول غضب الرحمن علينا نعم وهو مش مش نقصنا غضب احني اليوم شنون لماذا ماذا الغربة ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخذهم إلى أجل مسمى ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة يعني آه مأساة مأساة بكل ما تعني هذه الكريمة يعني حياء وانهيار هذه المنظومة أنا قلت لكم اليوم والحلقة هذه نتكلم على الفيديو ده معنش نتكلم على حاجتان قالوني بالله عليكم رابوا وقسم بالله نحس في روحي بن بهل فالموضوع جده خطير الحياء إذا انهارت هذه المنظومة فارتقبوا العجب العجاب لما الأم الأم الدز بنتها لعمها ثمان سنوات للمحل لإحداهم بمناظر مزرية ظنن منها أنها هي صغيرة في السن وتطلع ويكون مرات جسمها وتطلع يعني شبه عالية ظنن منها أنها هي صغيرة وأنا فأعلمي أن هذا هو سبب انهيار هذه المنظومة إذا لم يعني تزرعي في هذه البنت هذه القيم وهذه المثل منذ هذه السن أريد بالك تطلعي أريد بالك يشوفك الناس أريد بالك يشوفك حتى خوك بهذه المناظر أراه كذا بش أنت بش موضوع راه جنة ونار وأن هي كان هي لبسة توا والله أنت لما جيت دويلا يقول لك لا شوني يوني بالنوض نلبسها خمار توا وهي في السن دي أنا ما قلت لك لكش لبسها خمار وما قلت لكش خليها هكي أنت أزرع فيها الحياة أزرع فيها الحشمة خليها تتربى على هذه القيم خليها تنمو معها مش تنهدم هي جي معها هذه القيم إما أن تنميها وإما أن تكبر معها نتيجة إيش الضخ اللي أنت بتضخها كانت ضخيتها في الجانب الإيجابي معناها هذه القيم وهذه المثل والله يعني نشوف الحقيقة وأنا أحيي كل أسرة تلتزم بهذه القيم بنيات صغيرات يعني في سن الزهور وتلقيها تجي للمحل وتطلع وتمشي بملابس مستورة ملابس جميلة جدا يعني مش ضرورة ما قلت لك أن يرى ولبسها خمار لكن مش ضرورة تطلع البنية تخليها تزرع فيها وهي صغيرة أن هي تطلع من الحرش شاللي خلاها تطلع بعدين بملابس فاضحة وتمشي للجامعة وتمشي للسوق وتمشي ما الذي دعاها وهي من أسر محافظة اللي دعاها أنها هي اعتادت في الحرش يا ناس لما تعودت وخلاص ما عاش عندها مشكلة ما عاش عندها خط أحمر في الحرش فهمت تجرعت واستطاعت أن تتطور حكايتها وأنها تطلع للسوق وتمشي للجامعة بمناظر مزرية لم تتعود على القيم والمثل لم ينمى فيها هذه 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 المثل ما نموهاش فيها هلها أمها ما زرعتش فيها هذه المثل وهذه القيم وهذه الأخلاق ما حاولتش أن تبني حاجز الحياة داخل الحرش ضعوا خطوطا حمراء في بيوتكم المرأة مش لازم تلبسي أي شيء قدام ضناك في الحرش وقدام بناتك والبنت مش لازم والله يصدقوني كارثة بكل ما تعني هذه الكريمة مش موضوع حلال وحرام وجنة ونار وراه وأنك أنت كان لبستي هكي لا لأن اللي بيتطور يعني وبيأدي إلى الحرام بعدين حتى هو يصبح حرام فأنت لما تساهمي في انهيار منظومة الأخلاق داخل يترتب عليها أمور أخرى ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم الزنا وحرم كل شيء يجب ولا تقرب الزنا يعني حرم الخلوة والاختلاط والنظر والخضوع في القول من قبل المرأة والتبختر في المشي يعني هذه كلها أمور تقرب وتدعو إلى طريق إلى الزنا الزنا وما قرب منه كل شيء وهذه دواعي فبالله عليكم ما الذي جعل المرأة تقود السيارة وطالع حط الجهاز الهاتف على على ودنها وتقهقه بأعلى صوتها ما الذي دعاه لأنها انهارت منظومة الأخلاق في الحوش لأنه خلاص انهارت المنظومة طلعت هي مسكينة حساب الموضوع حتى خلاص يعني رفع الصوت حتى يعني الأدبيات والأخلاقيات والسلوكيات هدينا لما تنهار داخل الحوش هي بتتطور وتطلع لأن الحياة داخل في الخارج هي انعكاس للحياة داخل الحوش ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جعلنا في الحوش في الحيشان وفي البيوت جعلنا ليش ما جعلناش نفقع من الوطا واللي هدي يمشي على الحالة لا البيت هذا مصنع كل شيء أراه اللي بتدير أنت في الحوش بينعكس إلى الخارج يطلع وبيتطور ولذلك أنا أقول إن البيت هو الأساس إن الأسرة هي المصنع هو مكان صنع الحياة وبناء حاجز الحياة وأيضا بناء هدم حاجز الحياة بأمانة اليوم نرى النساء وقد وصل بهن الحال إلى درجة والله لا يتصوره الإنسان تقود السيارة وهي كما قلت لكم تقهقه في الإشارة الضوئية وتعلي في صوتها تخرج بكامل زينتها وحط يديها على المقود ويديها الله لا تروعك في حالة المهم قصة كيف هذا هو الحياة لما يخدش الحياة عند المرأة تصبح يعني وتعتاد الاحتكاك بالرجال والحديث مع الرجال تكاد أن تميل إلى أنها تفقد شيئا من أنوثتها والحياة جزء من أنوثة المرأة أستميحكم عذرا في خروج في فاصل قصير ثم أعود إليكم لا تذهبوا بعيدا تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح دنيا ودين تعالوا لنعبر بحر الحياة بحب وود ونصح الأمين تعالوا نبدد سوء الظنون ونعمال ما يجمع المخلصين ونجمع بعده شتات السنين قلوبا تضيء على العالمين تعالوا لنعبر تعالوا إلى الخير يا مسلمون تعالوا لننجاح تعالوا لننجاح علينا الطغاء صبرنا وبالصبر كان النظال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم والعود وأحمد المرأة اليوم أنا أخلي حديث على المرأة المرأة والله لا يوجد شيء أجمل في المرأة من الحياة الحياة عند المرأة هذا شيء يعني هذا الحياة وهذا هو الجمال بعينه اللي لت لت تغير من مياه صاخنة لا حرق لا تشوه خلقي لا لحادث لا هذا هو الشيء الجميل عند المرأة فإذا خدش هذا الحياة وشوه هذا الحياة تصبح المرأة لا تساوي شيء والله لا تساوي شيء ولو كانت ملكة جمال العالم عندما يتدنى المستوى الأخلاقي عند المرأة يعني فعلا الأنوثة حياة قبل أن تكون أزياء كما قيل الأنوثة حياة قبل أن تكون أزياء ولذلك سبحان الله لما تشوف حتى الوقت الذرة ووقت خروج البنات من المدارس فيه اللي بنت طالع فعلا من مشيتها ومن شكلها ومن ماشية فعلا وفيه اللي ماشية تتبختر وتجدب الشباب وكأن هذه مشكلة هذه لابد لابد أن تزرح هذه القيم داخل داخل الأسرة ما فيش أجمل من الحياة في المرأة والله لا يوجد شيء أجمل من الحياة وراه نقول لكم الحبل على الجرار والمرض يستفحل وإذا لم يستأصل الورم من جدوره فسيأتي على كل الجسد السليم وينخوه حتى يأتي به على الموت فراه ما تقول ليش راه ما تقول ليش أنا لا أراهني بمن عن هذا الخطر الداهم وأننا حوشنا لا والله العظيم ثلاثة هذا الخطر سيداهم كل البيوت إذا لم يعرف الناس حقيقة وخطور خطورة هذا الأمر نعم سيداهم البيوت قنوات فضائية غرف على صفحات التواصل الاجتماعي تطبيقات كثرت وكثرت وأصبحت يكاد الإنسان يغلب في عدها وأصبحت المشاركات بكل سهولة وعدم وأصبح الأجهزة في متناول الجميع وأصبحت البنت منذ السن العاشرة وهي تطلع على أمور ينبغي ألا تطلع عليها فأصبحت الجو مهيئ وهذا ما يريده أعداء الإسلام الأم مدرسة إذا أعددت أعددت شعبا طيب الأعراقي إنك إذا أردت إفساد أي مجتمع فصلت عليه المرأة هذه قاعدة أعداء الإسلام ما يبرقوش في المرأة إذا فسدت فسد المجتمع وإذا صلحت صلح المجتمع هذه قاعدة وهم ينظرون إلى المرأة ينظرون إلى المرأة ولذلك حاولوا أن يصلوا بها إلى أدنى المستويات في مسألة الحياة والحشمة وأن يغروها بأبسط الأثمان خمسمائة دينار أشوفها خمسمائة دينار وتكلمي بوك وتفتح المايك والناس تسمع وتقهقه وتفرح بهذا المستوى ويعتبره فيها شيء من الحناط أو شيء من القوسط ونحن نقوله بأهي في بيش أن هي تصل وتتصل ببوها وتقولها أني كذا وكذا يعني فعلا مستوى قمة الدناء حقيقة فالمرأة كما قيل أعظم مخلوق إذا عرفت قدر نفسها إذا عرفت قدر نفسها نعم إذا عرفت المرأة قدر نفسها تعتبر أفضل مخلوق ف جمال حياة المرأة هو الحياة هو الحياة ينظر الناس على حياء المرأة قبل جمالها فبالحياء تكونين كالكنز الثمين المرأة زينتها الحياة وأفضل حياء هو استحياء الله عز وجل هذا هو أفضل الحياة نعم السلام عليكم أم يونس مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 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 والله ما في شك موضوع كميل يقول حتى كذا تنظر للباطن تستحسن النفس حتى هذه ما عرفت الحق من الباطن وطبعا زي ما ركزت المسلسلات والكاميرا الخفية المصيبة هدية زي ما قلت بداي قوسته هو حق بباطن وحن نستقبله إلا مراحمة ربي ولهذا حتى الانشراق حتى في الأسماء يا سيخ علي تشوف الأسماء انت انشراق كامل ولا لسه يعني تقليد أعمى في كل شيء وبدافة لها المصيبة زي ما الملاد وغيرها وبدافة لها جميعا أنا أعتقد أنك مصيبة هي الفعلا مثل الثلاثة وزي الحديثة زي ما قلت الكيل يبدأ وخدافة القصة وهم يغطوا فيه في السموم هدية واصبح الحقيقة لما رحمة ربي فنسأل الله أن يوفق نسأل الله أن يهدينا لشوى السبيل آمين وبرك الله فيك ففعلا العادة هو الاعتياد الاعتياد هو المشكلة عرفتي المشكلة في الاعتياد لما أول مرأة ذكرت لكم من قبل في حلقة لما تحدثت فيها على الحجاب لا بأس من أن نضع أو نضغط على زر الترجيع ونرجع إلى الماضي حتى نعرف الحال اللي كنا فيه واليوم نسمع بالحال الذي وصلنا إليه في منتصف الثمانينيات في منتصف الثمانينيات أصدرت أمانة التعليم في ليبيا قرارا بجعل التربية العسكرية في المناهج التعليمية في الثانويات وفي المعاهد المعلمات نعم استقبل مكالمة هاتفية أولا ثم أكمل لكم هذه القصة السلام عليكم السلام محمد الله محمد السيد عبد الله كيف حالك السلام عليك في حياتك فضل الشيخ وإنما استقبل مكالمة يبلو كل مخلص لهذا للوطن الحقيق الله يبقى كيف سيد عبد الله المرأة والله المرأة المرأة يسعر المرأة بل حيات تولي مخلوق آخر لو تذعي الحياة من المرأة طبعا حتى الرجل يجب أن يكون عندها حياة لكن المرأة حياة يعني كلها حياة إذا خلت من الحياة انتهى الامر تمت معاش معاش ولي مرأة تولي زي نساء وربا يعني فمصة معاش لها نعتشعر حتى مرأة بكل أي يعني يعني تشعر كين مخلوق آخر مش مرأة نعم فالحياة يعني محتاج لحتى الرجل لازم يكون عندها حياة ولكن المرأة أحوج للحياة فضل الشيخ نعم يا شيخ علي نعم ما عليش ما عليش اسمح لي بحاجة طبعا والله يعني هي ظاهرة تقريبا عندنا الليبيين ما يشعر الشعوب الاخر ما تنقصنا شمعها من عرف هم الشجل جائز حتى عندهم ومك حتى 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 إلا أن تمنى أن تحصل في عدة أشيارة ونسمحها في عدة مكانات ونقاشات أن في أحيان كثيرة الحاجة النادرة نكون منها إحنا ظاهرة أنا اللي عند الآن يا فضيل الشيخ اللي عند الآن ما صابتني مرأة في سمافر ولا حاجة تقهق أو تضحك أو ما عندها حياة يعني فهي مرات حالات نادرة يعني نتمنى أن ما تكون ما نكون منها كائنها ظاهرة وكائنها منتشر وكائنها هي الأغلب في المعايش سمعني الكاملة لا لا بالعكس وبرك الله فيك شكرا وبرك الله فيك شكرا وبرك الله فيك يا سيد عبد الله مشكور جدا لكنني واجهتني يا سيد عبد الله أنا شخصيا أكثر من مرة وبعدين هذه مش ظاهرة يا سيد عبد الله هذه المفروض ما تكونش بكل عرفات هذه حاجة يعني ينبغي أن هي تعطيك دلالة ومؤشر إلى حاجات أخرى نحن لا نتكلم عن هذه الظاهرة في حد ذاتها عموما برك الله فيك ومشكور جدا طبعا الحياة حسن ولكنه في النساء أحسن كما قال سيد عبد الله نعم الرجال مطالب منهم الحياة ولكن المرأة الحياة فيها أحسن يعني وأجمل ومطلوب في المرأة أكثر من وجود نعم السلام عليكم أخي تنصار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمعتكم باركة الشيخ وبارك الله فيك ومكيدة عليك السلام ومكرمتي وعلي كل مشاركين عمي عبد الله وعمي أكيد يونس وكل الناس في هالي يوم المبارك في آخر حلقة في السنة هذي إن شاء الله بالصحة وبالهناء إن شاء الله ورب يهدينا ويهدي كل من يستمع على البرنامج الطيب يا أستاذ علي وبزياد تأثرتني بصراحة بحتيت الفيديو اللي حكيت عليه والمرأة والحاجات الدخيلة بصراحة يعني أستاذ علي من تجربتي يعني الوالد والوالدة كنا نخضر حتى شو نقولك نحطوا عينة في عينة والله في حاجة يا بل اللي قلت عليها يعني مش عافة وين الأهالي وين الأب والأم والخال كان كان من سمع متكاتس السابعاني وكان نسمع وكان مثل الخال والعم والخور كبير ونخاف من الله بالأول والأخير والمرأة كما قلت يعني لو عادة منها يعني الخجل والاستحاء ونقول احنين حسام زمان يعني نديروا عبر الهنة قبل لنديروا حتى حاجة وتبدأ معنا أمنا وناسنا وإحبابنا ونقولوا يا الله ستر يعني نعم يابل نسمع في الحاجات الدخيلة فيه اللي يسمع يقول لك عادي يا أحترام ليك يا أستاذ علي فيه اللي يقول لك عادي جيل سوى نعم فيه جيل أراه التربية يا أستاذ علي والاستمعين أدرة قد دير التربية تربية واضحة الحلال وبين والحرام وبين قد واضح كيف يعني بناتنا ما ما يكون صو وبعدين حاجة الثانية نتكسل في الحديث تبارك الله فيه يعني تدوعة الحجاب وأراه يا أستاذ علي لو المرأة ما تحسبت من داخلها أراه سمحني في الكنمة ننفعش قدسها حجاب أهم حاجة تحصل روحها من داخل تخفيتها من نيل تاخدها استمدها من البيت يعني كما قلت يا أستاذ نتبدأ قدام أخوها أو عمها أو خالها حتى أمها وفوق أو حتى رجوز ونزد محترام ليك قدام الأطفال ونروا كل شيء ومرأة أسوح حتى الألوان البراقة محترام ليك أنا منقوش ككرة منذكيس نفسي لكن نحكي عن جيل توب صراحة نسبح يعني عندي ناس وإحباب وعندنا أقارب ومبرقوا راحة الحاجة عادية يا أستاذ عليل يوم حتى نشوف مسهد نقول مثلا ننصح نطلعوك كاللك يعني ما تفهميش والله بمعنى أنك بتأخرى نبدأ نشب نقول يا ناس دي مثلا غلط عيب نقول إيه خلي البنات زيل وزيل لا كل زيل لكن أنت خوذ تأخذ 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 أستاذ علي تأخذ 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 علي علي مستمعنا علي دين وحتى بالوان جميلة ولايقة في فياتك وفي لبس للبرة وفي لبس للمدرسة وفي لبس أقصد الله يا أستاذ علي رأى موضوع كبير بجي تحزنت ومستمعت الفيدي ومعقول إحنا مستمعنا وفق عادي كيف وما يوجعني حال صراحة يعني مستمعنا لها الدرزة سيوخنا يدروا في برامج وما خطر المساجد وإن قريفنا وإن إسلام لها الدرزة المرأة ضعيفة شكرا بارك الله فيك يا أستاذ الله بارك الله فيك سمعني لأن أترفي الموضوع شكرا ربي يا دينا وبناسة الطريحات رب موجودات شكرا ربي المهات والباك يأخذوا عمره من هذه شكرا شكرا بارك الله فيك يا أخت انتصار مشكوعة جدا فعلا موضوع محزن موضوع محزن عندما يرى الإنسان هذه الظواهر وهذه الأشكال وهذه المناظر حتى وإن لم تتعدد ولم تكتر الصح أن تتار حتى يحذر الناس من 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 انتشارها لا أنا أقول لك أنا وجهة نظري ألا تترك هذه الظواهر حتى تصبح أو هذه المواقف حتى تصبح ظاهرة لابد أن نعالجها قبل أن تصبح ظاهرة لأن أنا بعد تصبح ظاهرة من الصعب علاجة يا أستاذ عبدالله بارك الله فيك نعم السلام عليكم عليكم السلام وعفظت الله وبركاته مرحبا إياك الله شيخ علي وبرك الله وجهودك وأخلي استقنى مدخلتي وكل المشاهدين من المعنى لو سمحت معك الحسن بكير مرحبتين أخوي حسن كيف حالك أنا سعلا بك فضلك الشيخ فضلك بارك الله فيك أطلح مثل هذه المواضيع اللي بات الإعلام اللي بليوم يتفادوا الإشارة إليها حتى بالإشارة وباتها يروج دي ما هو عكس اعتماما نعم اليوم اللي نشوفه فيه الحقيقة على الشاشات نعم هذا لا يمثل المرأة الليبية الشريفة المرأة الليبية وعاداتها وتقاليدها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم بل أصبحنا اليوم والله المستعان إلى التبرج والسفور أقرب مننا إلى الالتزام بقيمنا وبحجاب المرأة وبالمرأة الليبية الأصيلة نعم فهذا ظاهر هو موجود وواضح والله أنا أتأسف اليوم ربنا نعم أخو حسن أخو حسن كان أحد الصحابة والله يا أموم كانت أدرى بها مني يعني كان يشد في النفس باش ما يشمش الريحة على النساوين اللي يطلعن في الأسواق نعم لا يحضرني واليوم يبخ انت صنة يا شيخ علي والله يتشمها من كيلو متر ولا من زوز كيلو متر صحيح والكارثة والطامة الكبرى يقعد الزوج ولا الأخ ماد وجهة في السيارة وهي اللي خاشة تبضع والشعر مطلوق والحجاب هذا الطرح اللي متعلماتها ثوة والسراويل اللي هنا معناها ما هنش من من لباسنا ومن عداتنا نعم وين ماشيين يا شيخ عليب اللي الناس أدي وين ماشي يعني هو وفي ظاهرة يا شيخ عليب نحكي لك عليها نعم اليوم يهدف بعضهم في الشجرة تاعة المسيح هذه اللي عند الغرب والأوروبيين نعم نعم وهذه موجودة في شوارعنا حتى في شوارع مدينتنا موجودة لا موجود نعم في قصد كيفك معقولة لها الدرجة هل هم يعيدوا فينا بعيد الإسلام نحن المسلمين ما عندناش العيد الكبيرة اللي هو العيد الأضحى والعيد الصغيرة اللي هي عيد الفتر والله يا أستاذ حسن يعني والله يا شيخ علي أنا بنشكرك على طرحي هذا الموضوع لأن والله يرى واخترضت علينا الأمور والقابض على ديني في هذا الزمان كالقابض على الجمر والله يا شيخ حسن أنا نقول لك على حاجة أنا لازلت ربما الكثير لا يوافقني في هذا الأمر أو أن الأمر في البيت داخل من الحوش لما نهارت ما قلت لك أنا رى وحدثت معي في أكثر مع شخص يجي تقول لها يا راجل يقول لك لا شون تبيني نلبسها خمار وفيه عمرها سبع سنين ولا ثمانية أنا ما قلت لك لبسها خمار ما قلت لك لكن ما تخليش تطلع للدكان اللي حداكم بمناظر هي تعتقد أن هذا الأمر عادي لما يدزوها لها يا أستاذ حسن هي تعتقد فتنمو معها هذه القيم تتربى معها وتعتاد هي مسكينة راي لكن في حقيقة الأمر وأنا بديت في قصة نحكي فيها باش نحكي لك واقع الليبيين في سنة 85 لعلك تسمحها يا أستاذ حسن بعد انتهاء هذه المكالمة نعم أخي حسن إن شاء الله والله بالفعل أنا وافقك تماما هو علي رب البيت وعلى الأسرة على الأسرة وبعدين فيه ظواهر هدامة أخرى زي الملابس هذه اللي أرضوا فيها في الأسواق نتاعنا اليوم نعم يعني فيه أنا نشوف فيها يا شيخ علي مع احترامي المشاهدين والله تعالى أعلم نشوف أنه فيه حرب على الإسلام في ليبيا وفيه حرب ما فيه الشك يا أخي حسن ليبيا هي اللي محافظة نقوله شوية يعني نعم ما بالله نصيحتي لأولياء الأمور وإلى الأزواج بالله يتوى فيه ظاهرة أخرى تخش المحل تلقاها جاي هي ورجلها والحنة يا شيخ علي باينة كلها يديها ورجلها مع بيات حنة وين الغيرة وين الرجولة وين الشهامة كيف الإنسان ما يغيرش عايزوش تهكي تلحق بها المنظر وبها المكيهج وبها الوحدة إنسو مراه ما هيشك التطور كبالت فاهمين الحرية غلط ولا فاهمين التقدم هي مشكلة اللي ما يمتكش بدين أو بعثمة سنة نبيه هذا ميستخير منعيش ترى بارك الله وأنا في انتدار القصة يا شيخ علي بارك الله بارك الله فيك أخويا حسن بارك الله فيك فالقصة باش نعطيكم مثال شفت الوضع اللي قلت لكم عليه ولي ذكر الأستاذ حسن ولي ذكر أستاذ عبدالله والانهيار المنظومة والملابس اللي تشوفوا فيها في الأسواق وفي الجامعات سنة 85 قلت لكم أصدر قرار وزير التعليم ذلك الوقت والله ما نعرفش أمين والله وزير بإدراج التربية العسكرية في الثنويات وفي المعاهد المعلمين والمعلمات لأول مرة 90% إن لم أقل يعني أكثر النسبة في مدينتي هنا كانت الطالبات في تلك السنة قد تجاوزنا منتصف السنة منتصف السنة يعني في السنة الأخيرة في السنة الرابعة المعلمات من أجل أنهن لا يرتدين البدلة العسكرية قررنا ترك الدراسة وسيبنا الدراسة وكل هذه القصة يعرفوها أهل مدينتي وغير مدينتي يراهوا كلهم يعرفوها تركوا الدراسة تركنا الدراسة يعني ضحت البنت بأربع سنوات أو خمسة إن كان في ذلك الوقت خمس سنوات أو أربع والله لا يحضرني لكن مهم في سنة الأخيرة شهادة ما زالها الدبلوم بضعة أشهر ممكن بعد منتصف السنة أعتقد القرار صدر فضت المعاهد والتنويات إلا القليل نسبة قليلة جدا لا تتجاوز ممكن عشر في المية والله خمساش في المية لقعده والباقي كلهم تركوا الدراسة رغبة من الأسرة بأكملها ومن الطالبات فيه اللي برحها قالتني والله مستحيل أن ألبسها بالله عليكم نسئلكم سؤال البدلة العسكرية اللي رفضانها في الخمسة وتمانين ما بنشي لبسنها أو في الثلاثة وتمانين أو في الآبعة وتمانين لما نحط أحدى اللباس اللي اليوم يطلعن به البنات بالله عليكم مش حجاب شرعي مش حجاب شرعي بدلة العسكرية أنا أعتبر حجاب شرعي أحدى اللباس هده تباقي شو اللي خلى البنات يلبسن في هاللباس هده ويطلعن به المظاهر هادي باقي شنو اللي خلهاهم اللي خلهاهم هو الغزو الثقافي داخل البيت نجاح القنوات الفضائية و موجة الانترنت التي يراد منها هدم منظومة الأخلاق داخل الأسرة إذا أردتم والله الحديث طويل وما زلنا قبل نتحدث عن فوائد الحياة وعن ثمرات الحياة وعن لكن الوقت حقيقة يحتاج هذا الموضوع إلى حلقات حتى نعطيه جزءا من 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 حق لأن موضوع الحقيقة كبير والله موضوع كبير جدا وهي والموضوع أصبح فعلا ظاهرة أصبح فيه ظاهرة اليوم ظاهرة بكل ما تعني هذه الكلمة خروج المرأة من بيتها بهذه الطريقة وبهذه الطريقة الغير مقننة أوصلنا إلى هذه المواصل نجح أعداء الإسلام في إخراج المرأة من بيتها خرجت المرأة دون شروط ودون قيود ودون الالتزام بضوابط التي حددها الإسلام في جواز خرج المرأة شد في قضية خرج المرأة وأنها خرجت وأنها خرجها جائز فطلعت خلاص دون أن تراعى الشروط التي شرعها الإسلام في مسألة أو اشترطها الإسلام في مسألة جواز خرج المرأة خرجت فحدثت الكارثة فأصبحنا نكاد أن نكون شعب يعني يكاد أن يفقد منظومة الأخلاق تماما أصبح معاش في خطوط حمراء أصبح معاش في حدود لا للملابس فعلا كما قال الأخ عام يونس أيضا قضية الأسماء يعني فقدان الهوية فقدان هوية المسلم يكاد أن نفتقدها يعني قريب بعد فترة نسو الله يصل الحال إلى هذا الحال أن معاش تقدر تفرق ما بين المجتمعات بالشكل ما بين المجتمع هنا والله مجتمع في أي دولة كافة وهذا إشكال كبير جدا إذن ينبغي علينا أن يدق ناقوس الخطر داخل البيوت ينبغي علينا أن نعيد بناء منظومة الأخلاق داخل البيت لابد لابد من معرفة مكما أو أماكن الخطر وأماكن الداء واستئصال الورم من جدور هذا دور الأسرة ينبغي للجميع أن يحافظ لأن أرى كيف ما قلت لكم ما تقول لي شررانية والله أسرة محصنة والله العظيم ما فيها كل سيصله هذا الوباء كما وصل إلينا كيف كنا قلت لكم عنيه مثالي ضربت لكم في الخمسة وثمانين شوفوا الحيشان اليوم شوفوا بنات الالتزام بالملابس اليوم داخل البيوت وكيف كانت وكيف أصبحت الوضع مزهي وكل يوم يزيد يستفحل المرض كل يوم يزيد يستفحل المرض نسأل الله العظيم السلام والعافية ونسأل الله العظيم أن يصلح أولادنا وبناتنا وأن لا يعني يحرمنا لذة الفرح بصلاح أبنائنا بذنوبنا وأن لا يحرمنا لذة وأن لا يحرمنا لذة الفرح بصلاح أزواجنا بذنوبنا وأن لا يسلط علينا الأعداء والمجرمين بذنوبنا إنه سميع مجيب وأن يرجع بنا إلى ديننا وإلى ربنا وإلى قرآننا وأن يجعل القرآن هو الدستور الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يقف عند حدوده وأن يجعله نبراسا له في حياته كلها بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير اكتملت حلقتنا في ختامها لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات عبر أثير قناة التناصح المرئية والمسموعة أصالة عن نفسي ونيابة عن كل المتابعين والمشاهدين والمستمعين أشكر كل العاملين في قناة التناصح المرئية والمسموعة عبر أثيرها المسموع والمرئي في ستوديو مصراتا وطرابلس أشكرهم جزيل الشكر على هذا الجهد الذي يذكر فيشكر وأسى الله العظيم أن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم هذا موفقني الله عز وجل لمناقشته وعرضه في هذه الحلقة فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله والمؤمنون منه براء حتى ألتقيكم في مساحة أخرى ها هو عدي عبد الحميد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكلمة طيبة هي كلمة تخرج من القلب وتذهب إلى القلب وهي زاد يدخره الله للإنسان في يوم يندم فيه عن كل لحظة ضيعها وكان باستطاعته الاستفادة من ثمرات الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ علي عبد الحميد يأتيكم يومي الثلاثاء والجمعة عند الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق صباحا ترجمة نانسي قنقر